يحتفي العالم اليوم الأحد الثاني من إيبرل نيسان الجاري باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد شعار هذا العام نحو الاستقلالية الذاتية وتقرير المصير ويهدف هذا اليوم إلى التعريف به والتحذير من مرض التوحد يعد هذا اليوم أول يوم عالمي يخصص لمرض التوحد حقائق عن هذه المشكلة الصحية نتعرف عليها مع عبير عبدالله المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن يصيب مرض التوحد حاليا طفلا بين كل 68 طفلا ويصيب الذكور أكثر من الإناد يعد التوحد إعاقة تنموية عصبية وتظهر عادة قبل سن الثلاث سنوات ويكلف التوحد أسرة المصاب نحو 60 ألف دولار سنويا في الولايات المتحدة ولا يوجد علاج للتوحد ولكن اكتشاف الحالة مبكرا يساعد على إجراء تدخلات تخفف من الأعراض وبشكل عام هو ليس بالحالة الصحية الميئوس منها وهذا يعاني أصحاب مشكلة التوحد من حالات مرضية أخرى عادة مثل الربو واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها وتختلف مظاهر مشكلة التوحد من شخص لآخر ولا يوجد شخصان متطابقان لديهم المشكلة نفسها وخطر الوفاة بين المصابين بالتوحد ضعف معدل الخطر بين السكان وفقا لدراسة بلجيكية 40% من أطفال التوحد لا يتكلمون وتؤثر المشكلة على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر